طيب خلينا نذكر المشاهدين الكرام برقم الواتساب لمن يريد أن يتواصل معنا ويطرح أسئلته على الشيخ إن كانت متعليقة بموضوعنا أو بأي موضوع آخر أهلا ومرحبا باتصالاتكم وبرسائلكم أيضا مشاهدين الكرام وهذا السؤال من سوريا أخت تسأل تقول أنا تركت زوجي من أربع سنين لا شفته ولا سمعت صوته هو ببلد وأنا ببلد هل أكون هكذا مطلقة أم لا أم أنه يجب أن ينطق الطلاق وما في كتب كتاب في محكمة شيخ قام بكتب الكتاب أو بعقد القران هذه قصتها قصة مئات الزوجات في غبارنا السوري البئيس هذول البنات اللي تشردوا وبدأت الزواج فأجروا الزواج يعني عرف ما هو عرفيا عند الشيخ شرعي الزواج الشرعي ثم هذا الرجل ما كان أدهى المسئولية قال أنا أذهب مثلا إلى البلد الفلاني وأساوي لك استخدام وبعد المنا يا أما وجد غيرها يا أما ما ظن أنه يا أما لم يستطع شيخنا بسبب يعني الأحوال بسبب من الأسباب إما منه أو ما غيره فهذه يعني بدأت تصبره فإذا وصلت إلى ناحية معت تقدر تصبر فتذهب إلى أقرب قاضي في منطقتها وتقول أنا وكلتك عن نفسي بشو الحل عندك فيخلعها هذا القاضي باعتبار قاضي شرعي فهذه حالتها يعني لأنه نحن ولو لم يتلفظ الزوج أربع سنين ما حكاها أربع سنين ما حكاها وأربع سنين طب وين تركها شيخنا وين تركها أول ما سافر أول ما سافر تركها عند أهلها آثم لكان آثم آثم عظيم لأنه هو المطلوب منه أنه هاي الزوجي بعنقه بعنقه ويحفظها ويحفظ ينصرف عليها ويحفظ ثرفها ويعرضه كيف تركها أربع سنين ما بيسأل عنها هو آثم أمام الله عز وجل إلا إذا هي كانت من قامت بهذه الخطوة وتركت زوجها وسافرت وتخلت إذا هي يعني تركت الزوج لنشوف الأسباب أيضا هل الزوج في كان علي من العلل حتى تركت وهجرت نعم